اديوك الفدي العملاقة اديوك السلفر او الفدي دي سلالة حلوة جدا 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 بسم الله ما شاء الله لك وتقالى بالله تعتبر بديل هايل 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 الفراخ البيضة لان هي يعني قريبة من الفراخ البلدي لما تكبر ما شاء الله بتبقى شكل الفراخ البلدي بتبقى كأنها بلدي بس بتشيل اوزان الله اكبر جميلة اوي معدل تحويلها حلوة اوي الله اكبر زي كأنك بتربي فراخ بيضة بس في الاخر هتبقى بلدي يعني عارفة الاختراع ده انا معرفش بصراحة هما عاملين السلالة دي ازاي انا عرفتها بقدر اللين كده من عالفيس لقيت حد بيعلن وحطت صورتها وبيقول الفراخ العملاقة فالضيوك العملاقة فبسأل لقيتها كنت جايبة ديك كتكوت يعني بتسعتاشر جنيه تمام عمر يوم هما النهاردة عمر خمس ايام هو بيقول لي الراجل انه دول بيكلوا على فصافي لمدة ثلاث شهور بيجيبوا وزن اربعة كيلونوس انا بقى اا ما عنديش الكلام ده ما عرفش انا ابدا ااكل علف صافي لا اسباب كتيرة مش بس عشان العلف غالي لأ لانه كمان انا ما عرفش العلف عبارة عن ايه انا بحب ااكل تيوري اكل طبيعي لحد كبير انا اصلا بربي ليه بربي عشان اكل حاجة نظيفة فانا مش هربيها زي وزي المزرعة زي زي كأن شريا من حد لأ انا بربيه بطريقة كويسة بحيث انه هو يبقى طعمه في الاخر بلدي فالنهاردة ان شاء الله هنأكله كده اكل ببلاش وهنسمن الكاتاكيت بتاعتنا ديا ببلاش البلاشة ببلاش خالص اا وبرضه في نفس الوقت انا بديهم علف مش هنحرمهم من العلف ابدا انا بديهم علف بالسبليل علف تركيز 23% طول النهار بقى استعبط عليهم بالاكل اللي انا بحطه ده واللي هو يتاكلوا يا ما تاكلوش بس الله اكبر عليهم ما شاء الله بدأوا يعني يتعودوا على الاكل وبدأوا ياكلوا منه وياخدوا عليه في البداية لما بتكون يحطي بداية العلف زيديا بتحطي كميات بسيطة وتشيلها من قدامهم لفترات طويلة يقوموا لما تيجي ترجعيها يحسوا بشوء ليها فياكلوها كويس الفراخ عمتا كل انواع الفراخ بتحب التنوع في الاكل يعني انت لو شلت الاكل ده وحطتي اكل تاني هيكلو لو شلت اكل ده وحطت اكل تاني هيكلو بس طبعا ما نصحكيش ابدا ان انت تشيل اكل وتحطي اكل يعني ايه يعني لازم تجوعي اي كتكيت عندك لازم تجوع تجوع بالساعتين والثلاثة والاربع عادي ولا تشغيل بالك بس طبعا مش اكتر من كده لانه لو كترتي يعني لو زودتي عن 8 ساعات بيبدأ الجسم الكاتكوت ياخد يعني ياخد من الخزين بتاعه فيقوم ينشف ويعظم سواء كاتكوت او بط او اي تيور لو كترتي تجويع اكتر من 8 ساعات بتقلب لنتيجة عجسية فاحنا نخلينا في المعقول 3-4 ساعات كده حلوة اوي بنجوع يعني ببدأ في التجويع مثلا في الاولة جوع ساعة ساعتين بعد كده 3-4-5 ماشي لما يكبروا ممكن 6 هتقوليلي ازاي بقى بتعملي التجويع ده هقولك احنا نبدأ كده من بالليل مثلا عفوا نبدأ من بالليل انت حطتي لون بالليل علف يناموا علي يعني طول الليل على لمبة ويفضلوا يكلوا في الحد الصبح بحط مسلا من الساعة 10 بالليل قبل من ايه ونم بدري بقى عشان ايه لازم ننبت الناس اللي بتربط يور دي لازم تنم بدري تمام عشان نسح بدري عشان ربنا يرزقنا المهم اه فان بتحطي العلف الساعة 10 بالليل تسحي الصبح بتحطي لهم الكيمية اللي تكفيهم لحد الصبح مسلا الساعة 8 تبقي واسقة كده انه الساعة 8 الفراخ هتخلص الاكل ده يعني انت هتعرفيها ازاي هقولك حطتي اول يوم مثلا مقدر كوباية او يعني كيلو كده خلاص لقتيه خلص من بدري والفراخ جعينا تعرفي ان ده كان قليل طيب لقتيه قدامهم والفراخ شابعانة ومشاطة تبص للاكل يبقى ده كان كتير انا بعرف بكده فانا بحط اللي يكفيهم مثلا بحيس يخلص منهم الصبح الساعة 8 الساعة 7 يفضلوا جعانين بقى لحد ما تيجي الساعة 10 11 12 بجوحهم 3 او 4 ساعات وهم عملالهم الولاي من اللي انت شايفينها دي طبعا الناس كتيرة جدا بتقول العيش المبلول غلط وانا اول الناس دي العيش المبلول اكبر غلط بس ده ازاي لو انا خدت الحلة اللي فيها عيش المبلول دي وحاطتها قدام الفئة كتاكيت ده اكبر غلط لكن انا عصرت العيش كويس جدا جدا ونشفته من المياه وهكمل تنشيف للعيش بزي ما انت شايفة كده بدقيق دورة العيش من ارخص واحلى واجمل الحاجات اللي ممكن تؤكلي بيها الطيور بتاعتك وما تخفيش وما حدش يقول ان العيش بيجيب ددان العيش بيعمل تعفن العيش بيعمل تخمر كل الكلام ده كلام فارغ الناس دي بيبقى عندها علف اصلا وعايزة تسواءه معظم الناس اللي بتقول الكلام ده فبتسواء سمعة العيش يقلبمه غلبان يحرام اللي مش لاقي حد يدفع عنه بس احنا ان شاء الله هنرفع شعار ندفع عن العيش العيش ده ارخص حاجة ممكن تقدميها للطيور بتاعتك وبعدين ايه بدل ما يترمي في الزبالة بدل ما بيفيد مننا والعيال بتكركبه ونجمعه ونرميه في الزبالة حرام لازم نستخدمه في حاجات زي كده احسن ما نبص نلاقي سنادي الزبالة مليانة كل انواع وخيرات بتاعت ربنا حرام عشان ربنا بس ايه يكرمنا كده ويفك قزمتنا كلنا فمن ضمن الحاجات والله اللي بتخل واحد ربي في البيت انه عشان الاكل اللي بيفيد ده حرام يترمي في الزبالة ايه عادة التدوير ازاي ان زي ما انتم شايفين كده العيش ده ايما بنفركه او نبله ايه طبعا انا لما ببله بنشفه او صره كويس زي ما شفتي كده وابدأ ان انا انشفه تاني بدقيق دورة طول ما كتاكيت صغيرة او البط صغير او الطيور نيمت ربيها صغيرة بنشف بدقيق دورة مش دقيق قمح دقيق دورة سواء دورة ابيض او دورة اصفر عادي لما يكبروا ويبقى عندهم شهر هناشف بالردة انا بحب الردة جدا بتخلي طعم الطيور حلوة لو انت بتربي كمشروع وعايزة تبيع وخايفة ان هما وزنهم يقل فممكن ما تستخدميش ردة كتير تستخدميها بنصف بسيطة خالص لكن لو بتربي لبيتك فالردة جميلة جدا بالذات لو انت ما بتحبيش الاكل اللي الطيور تبقى دسمة وفيها دهون ولو اني انا دلوقتي عرفت قيمة الدهون اللي بتبقى في الطيور فبقيت احب ان الطيور يبقى فيها دهون وتقدري تتخلصي من موضوع بسهولة جدا انك لو بط مثلا هو اللي بيبقى اكتر حاجة فيه دهون جمدة بتسليه على نار هادية وتاخدي الدهون ديا وتحمري فيها بطاطس او تحطيها تطبخي بيها روس هتشوفي ما شاء الله احلى اكل لعمرك ما شفتيه بحياتك وتبقى دي عن الزيت اللي عمالين يغلوا فيه وحنا عمالين يجري ورا ده نخش بقى في اللي انت شايفينه قدامك دوت انا حطيت شوية علف كده بساط عشان يبقى الاكل مزبوط وبعدين حطيت حوالي معلقة من السمسم معلقة من الكزبرة المطحونة السمسم علشان انا عايزة اقسس الفراخ والكزبرة المطحونة علشان معدتهم مش عايزة يحصل عندهم انتفاخات مش عايزة يحصل عندهم مشاكل الكزبرة دي روعة جدا والكمون الاتنين دول انت بتريح دماغك من مشاكل كتيرة والتالت بتاعهم هو الكركم وبعدين حطينا حبة البركة برضو عشان نرفع المناعة ما شاء الله اشوات الاعشاب دول على قد ما هم حاجات بسيطة كده لكن بيفرقوا قوي قوي في تأسيس الطيور بتاعتك وهنعزم بقى الاكل دوا كده دي اختياري اذا موجود معلقة زبادي ماشي مش موجود خلاص ده الاكل اللي ممكن تعمليه لكتاكيت بتاعتك وهي صغيرة سواء بقى كانت عملاقة ولا مش عملاقة احنا ما بنفرقش معين يعني اي كتاكيت احنا دايسين في الموضوع ده في نفس الاكل ده وزي ما اطلعوا بقى وانا باجرب معاكو وهوزنهم لكم يعني امي كاملوا مثلا اسبوع كده ولا اسبوعين هنوزنهم ولو اني انا يعني ايه ما بحبش ابدا موضوع الموازين ده ما بحبش اقعد اعاير واعمل في الحاجة كده انا بحب اسبها ببركة ربنا المشروب بقى اللي هنعملوا ليهم علشان هما لسه صغيرين وعشان انا عايزة اسسهم حلوة قوي من غير مديهم مضادات حيوية يعني انا مديتهمش مضادات حيوية خالص خالص ولا تحصينة ولا الكلام ده كله انا سايبهم كده زي ما هم بطبيعتهم بمنعتهم اللي ربنا خلقهم عليها بس تقول للحكاية ان انا بحاول اعلي المناعة دي هعلي المناعة بايه بمعلاقة زبادي والاثنين سانتي الفيتامين الف ده تلاتة هي واثنين سانتي هاكسلينيام مش لاقيه دول بيطاري دول بتجيبيه من عند البيطاري مش لاقيه دول هتجيبي الهاكسلينيام بشري كابسولة او قرس كده تطحنيه وتباوشيه في تلاتة لتر مية تدويبيه فيهم وكل شوية تحطلهم منه لتر هتحطيه في ازازة كبيرة وكل شوية تحطلهم منه هتخيخلصوا ولو عندي كمية كبيرة طبعا هتحطيه مرة واحد مع الزبادي برضو لان الزبادي ده اساسي الزبادي ده بيرجع الحيوية بتاعت الامعاء بتاعت الطيور بتاعتنا او بيعليها يعني بيخلي الطائر عنده قدرة وقابلية للأكل بيضبط الأكل مع الفراخ زي كده ما دي الدور احنا بنحطه برضه عشان نخشن معدة الفرخ وعلشان يأكل معنا كويس على فكه دي الدورة ده انا مش بحطه توفيرا لا انا بحطه لانه فعلا من الحاجات اللي بتأسس المعدة الفرخ معاك مش عارفة تجيب دي الدورة منين هاتي دي شيشة اللي هو الدورة مجرورش ده واتحانيها في الكب تحاني كل يوم حبة صغيرة كل يوم حبة صغيرة ان شاء الله مش تتحرق ورا حاجة الكب بس ده حطه على ثلو مية